اكد مدير العلاقات العامة والاعلان بشركة بنيفت البحرين عادل الكوهجي ان الشركة على تم الاستعدادات الفنية نظراً لزيادة الكبيرة المتوقعة للتحويلات الالكترونية لتقديم العياد خلال ايام عيد الاضحى المبارك طبعاً تماشياً مع الحمل الوطني المكافحة بغيروس كورونا والحاس على الالتزام والتباعد الاجتماعي شركة بنيفت وتطبيق بنيفت فيه حبت تشجع الناس لحياء مناسبة وتوزيع العيادة عن طريق التطبيق ومثل العيد اللي طاف كان فيه اقبال شديد وتحويلات بكمية مهولة على التطبيق ونحن من ناحية السعة والامان كله الفريق جاهز للاستخدام التطبيق بالنسبة العيادة آخر الخدمات اللي ضفناها للتطبيق هي خاصية الاطلاع على رصيد الحساب البنكي من خلال التطبيق واللي لقى صدى واسع وإيجابي كبير من قبل المستخدمين اللي كانوا الامان منتظرين هالخدمة من وقت طويل وعندنا كذلك اللي هو خاصية جديدة راح تسهل حياة الناس والدفع بطريقة آمنة وسريعة واللي راح تنزل قريبا وراح يعلن عليها مصرف البحرين المركزي وحنا في طور التجارب النهائية لإطلاق الخدمة إن شاء الله وعندنا كذلك بس حبيت تناوه إن عندنا مفاجأة كذلك عن طريق المتابعين في إنستجرام اللي هو راح تكون فيه عيدية من بنفت حق اللي تابع حسابنا بتكون مسابقة خفيفة تفاعلية فيه تقريبا مجموعة جواز ألف دينار شكرا شكرا